بسم الله الرحمن الرحيم في بداية أشغال هذا المجلس الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة أود أن أوجيها تحية التقدير لكل نساء المغيبيات اللوتي بصمنا على مصاري مشرف على در المنصفة بعدها ما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساوات والنهوض بحقوق المرأة المغيبية وتحقيقة تمكينها الاقتصادي وذلك بفضل التوجهة السديدة للجلالة الملك نصار الله والانخراج الفعلي لكل القوى الحية للبلاد واليوم نعتز بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملنا مسؤولية حقائب استراتيجية وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية كما تولي الحكومة مكانة كبيرة لتعيين نساء في المناصب العليا وهنا نذكر أن تأنيت المناصب العليا تفع من نسبة 16 سنة 2018 إلى 19 سنة 2022 ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 المرأة سنة 2023 وتواصل الحكومة العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهم من حقوق سياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أحدثت الحكومة لأول مرة للجنة الوطنية للمساواة بين الجيسين وتمكين المرأة والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لتدارسي الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة بمنامج مغرب التمكين وغيادة سيدة السداء الوزراء من خلال هذه الخطة تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف سياسات عمومية من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية وبخصوص ميلف التشغيل هذه مناسبة لنذكر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفعيب الاقتصاد الوطني رغم صعوبة الضغوف الحالية المطبوعة بآطار الأزمات المتتالية حيث سجلت أنشطة غير فلاحية معدن نمو قضوه 3.6% سنة سنة 2022 وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019 والذي بلغت 3.1% سنويا كما ساهمت الأنشطة الغير فلاحية في خلق 180 ألف منصب شغل صافي سنة 2022 وهو مستوى يقترب كثيرا ورغم صعوبة الضغوفية من معدل 190 ألف منصب شغل صافي المسجل خلال الفترة 2015-2019 وبفضل دينامية الأنشطة الغير فلاحية ورغم تراجع النشاط الفلاحي انخفض معدل البطالة وفقاً لإحصائية المندومية السامية لإخطيت من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022 ومع التنامي المستمر للأنشطة الغير فلاحية والتحسن الملحوط التي تعرفه السنة الفلاحية الجارية نتوقع أن تمكن السياسة العمومية التي تتخذها الحكومة من مجال تشغيل من جهة والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى من تعزيز فرص الشغل خلال سنة 2023 وهي مناسبة كذلك نذكر بوضع الحكومة لبرامج مبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل والتعزيز حضور الإدماج البهني وتشجيع المبادرة الفردية والحراء خاصة منها برامج أوراش العامة الصغراء والكبراء وفرصة التي أفرزت عن حصيلة إيجابية السنة الأولى من فعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنين والمواطنات كما نتوقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل مطاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية لاستثمار وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها واقع إيجابي على دينمية النسيج الاقتصاد الوطني وتعزيز فورة الشغل حتى نبلغ معا سيدة السادة الوزراء مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة